مع بدء مرحلة جديدة من العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد يسعى مجلس الأمة لإنجاز أجندته التشريعية للدور الحالي من خلال خريطة أولويات لإتمامها في أقرب وقت ممكن عبر زيادة جرعة الإنجاز وتتبايل الأجندات النيابية حول الملفات والقضايا التي تكون لها الأولوية في المناقشة والإنجاز في الدور الحالي للمجلس إلا أن هناك خطوط عريضة يطالب النواب أن يتفق عليها عبر وضع خطة عمل تشريعي عبر لجنة الأولويات البرلمانية تتضمن الأولويات التشريعية كالمشاريع والاقتراحات بقوانين بالتنسيق والتشاور مع الحكومة وتتصدر معالجة الخلل في التركيبة السكانية والبطالة أحد أهم الملفات التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات أعضاء السلطة التشريعية ويتوقع أن يتصدر أجدوى لأعمال المجلس فيما طلب عدد من النواب بتقديم عدد من القوانين كإلغاء فوائد قروض التأمينات ومنع زيادة الكهرباء والماء والبنزين وعدد آخر من القوانين ذات الطابع الشعبي وعلى الجانب الحكومي ترتكز أهم الأولويات الحكومية على التشريعات الملتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية إلى جانب مراجعة برنامج عمل الحكومة السابق الذي تقدمت به إلى المجلس فضلا عن ترجمة نطق السامي لسمو الأمير إلى واقع خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والأمنية لتلفزيون المجلس طارق الساو